جيل التسعينات وأنت نجم من نجوم التسعينات أقدر أقول أنه هو مظلوم ولا محظوظ هما الاتنين يعني جيل التسعينات فترة من الفترات الفنية العظيمة جدا طبعا بعد جيل العمليقة طبعا جيل التسعينات كان جيل غني بالمزيكة وغني بالأغاني والتنوع ومتنوع جدا وكل واحد تحس أنه هو ليه جمهوره وليه محبينه وليه وفيه تنافس شريف جدا بس أنتوا اتحجمتوا بشكل كبير من الجيل اللي قبله ده طبيعي ده طبيعي جدا أن أي جيل بيطلع جديد بيتهاجم بس المهم في الآخر لما اللي بيهاجمك يقول لا والله ده الواحد فعلا كان عنده حق يعني أنا الناس دي كويسة لأن كان فيه أصوات كتير جدا فيه إنتاج يعني الأغاني بتحس إنها أغاني آآ غنية كانت البداية بتاعتك ألبوم الغربة؟ في البدايات آه آآ دي أول حاجة أول حاجة آآ كانت الغربة اشتغلت عليه إزاي؟ والبداية دي جات إزاي؟ هو أنا عملت حاجات يعني قبل ذكريات عملت حاجات كتير علشان أتحسس الطريق وأشوف أنا آآ همسك أنهي زي إيه؟ آآ يعني عملت آآ ألبوم الغربة وعملت آآ ألبوم عجبتيني وعملت آآ كل دا إنت بتجرب؟ أنا 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 بجرب وكنت في يوم من الأيام بحلم أقول يا ربي آآ يعني ممكن نجاحك يبقى نجاح مش محسوس قوي ولما كنت أمشي في الشارع الناس تقول إيه؟ إحنا إحنا بنشوف الراجل دا في تلفزيون إحنا بنشوف الولد دا في تلفزيون وكنت مستني بقى الشرارة أنا مستني بقى أقول يا رب يا رب والنبي أنا نفسي تبقى لي أغنية كده الناس تقول حلم عبدالباقي بيقول كذا آآ كانت الأغنية دي ذكريات طبعا آآ ذكريات طبعا يعني يعني كانت بداية بداية وجودي على التراك يعني بداية وجود حلم عبدالباقي بجد وإنت بتشتغل ذكريات كنت متخيل أنها هتكسر الدنيا؟ هقولك على حاجة إيمان الفترة دي آآ كانت الأغاني بدرجة تسئين في المية بنبقى عارفين وآآ طبعا كله بأمر ربنا النجاح أو عدم النجاح ده بأمر ربنا ولكن المعطيات موجودة الكلام حلو قوي واللحنة حلو قوي وكده والغنى حلو فتقولي الأغنية دي إن شاء الله راحة حاجة كويسة يمكن دلوقتي الموضوع بقى مختلف يا تارا الزوء المستمع اختلف كتير جدا عن زمان أيوه كنت بتقول إن أنت وجيل محظوظ لأن كان فيه سميعة كان فيه سميعة هل ده معنى إنه دلوقتي ما فيه سميعة؟ لا طبعا لا فيه سميعة وكل حاجة بس طبعا السوشيل ميديا ما كانتش موجودة على أيامنا أيوه السوشيل ميديا دلوقتي بقت مجال لكل أي حد عايز يعمل أي حاجة بيعملها مش شايف إن السوشيل ميديا ممكن يفيد الفنان إنه النهاردة بقت وسيلة التواصل سريعة جدا طبعا ما أنا بقول لحضرتك دلوقتي مفيدة يعني مفيدة لأن بقت الفنان ممكن يعمل حاجة تبقى ناس كتير جدا تسمعوا من كل وطن العربي كله أيوه وده السهولة إنما إحنا بنتكلم على الجانب السلبي في الموضوع إن أي حد عايز يقول أي حاجة خلاص يلا بيقدر يقولها وأي حد بيفكر إزاي يبقى ترند طب إزاي تبقى ترند إزاي طب ما تيجي نلغبط في حاجة ما تيجي نشتب مش عارف إيه ما تيجي نقول لفظ مش حالو ما فكرتش مرة تبقى ترند عمري ترند إيجابي ترند إيجابي طبعا أنا الحمد لله يعني أنا عايز أقولك الأغاني بتاعتي اللي هي ذكريات ومع السلامة وأصعب طريق ونورت أيامي الله الله آه دي حلوة حلاوة دوراني شكرا